السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله مرحبا أصدقاء صديقاتي ترسنا اليوم في مادة اللغة العربية يدور حول موضوع أسماء الإشارة لاحظوا هذه الجمل الصورة الأولى هذا جمل جمل هو اسم مذكر أم مؤنت اسم مفرد مذكر بأي شيء أشرنا إليه أشرنا إليه بهذا فقلنا هذا جمل الصورة الثانية ماذا تمتيل هذه ناقة ناقة مذكر أم مؤنت ناقة اسم مفرد مؤنت بأي شيء أشرنا إليه أشرنا إليه بإسم هذا فقلنا هذه ناقة الصورة الأخرى ماذا نلاحظ في الصورة الأخرى؟ طفلاء هذا نقول هذاني ولداني مفرد أم مثنى أم جمع؟ ولداني مفردها ولد إذن هذا اسم المذكر كم في الصورة من ولد؟ إثنان إذن مثنى إذن هذاني ولداني مثنى مذكر بأي شيء أشرنا إليه؟ أشرنا إليه بهذاني الصورة الأخرى ماذا نلاحظ في الصورة؟ نلاحظ في الصورة بنتاني بنتاني إذن ماذا نقول؟ هاتاني بنتاني ما نوع هذا الاسم؟ بنت إذن مؤنث وعندنا إثنان إذن مثنى إذن بنتاني اسم مثنى مؤنث كيف أشرنا إليه؟ أشرنا إليه بهاتاني فقلنا هاتاني بنتاني الصورة الأخرى كم طفلا في الصورة؟ نلاحظ في الصورة ثلاثة أولاد إذن أكثر من إثنين ما هو مفرده؟ مفرده هو ولد إذن اسم مذكر ولد هو اسم مذكر نقول هذا ولد إذن جمع مذكر بأي أداة أشرنا إليه؟ بهؤلاء هؤلاء أولاد إذن الجمع المذكر نشير إليه باسم الإشارة هؤلاء الصورة الأخرى على اليسار كم بنتا في الصورة؟ في الصورة ثلاثة بنات إذن أكثر من إثنين إذن هذا هو مفرد أم مثنى أم جمع؟ جمع أو مفرد بنات مفرد بنات بنت إذن بنت اسم مؤنث إذن بنات اسم جمع مؤنث وبماذا أشرنا إليه؟ أشرنا إليه باسم إشارة هؤلاء فقلنا هؤلاء بنات إذن سواء للمذكر أو المؤنث الجمع نشير إليه باسم الإشارة هؤلاء هؤلاء أولاد هؤلاء بنات لاحظ الآن الصورة على اليمين نلاحظ في الصورة جبال يعني مجموعة من الجبال إذن جمع ما هو مفرده؟ جبل إذن مذكر نقول رغم أنه جمع مذكر إلا أن هذا الاسم جبل هو اسم لغير العاقل إليه دائما بهذه فنقول هذه جبال لا نقول هؤلاء جبال لا هذه جبال لأنه اسم لغير العاقل أشرنا إليه بالأداة هذه نفسه لجملة أخرى إذن نلاحظ في الصورة نلاحظ أشجار إذن جمع مجموعة من الأشجار مفرده شجرة إذن مؤنث إذن جمع مؤنث ولكن هل هو للعاقل؟ لا إذن هذا اسم جمع مؤنث لغير العاقل إذن نشير إليه كذلك بهذه هذه أشجار هذه جبال إذن الاسم غير العاقل نشير إليه بهذه سواء كان مذكرا أو مؤنثا عكسا الاسم العاقل نشير إليه في حالة الجمع بهؤلاء هؤلاء أولاد هؤلاء بنات إذن أسماء الإشارة هذا اسم إشارة مفرد مذكر هذه اسم إشارة مفرد مؤنث ونشير بها كذلك إلى الجمع غير العاقل سواء كان مذكر أو مؤنث هذان اسم إشارة مثنى مذكر هاتان اسم إشارة مثنى مؤنث هؤلاء اسم إشارة جمع مذكر واسم إشارة جمع مؤنث إذن هذا هذه هذان هتان هؤلاء أسماء الإشارة ملاحظا هذان في حالة الرفع أما في حالة النصب إذا كان اسم الإشارة منصوبا أو مجرور فلا نقول هذان ونقول هذين في حالة الرفع نقول هذان في حالة النصب أو الجر نقول هذين نفسي بالنسبة لإسم إشارة هاتان إذا كان مرفوع نقول هاتان ولكن إذا كان اسم الإشارة منصوبا أو مجرورا نقول هاتين إذن نستعمل هاتان في حالة الرفع وهتين نصبا أو جرا الخلاصة ماذا نستنتج؟ إذن نستنتج من خلال ما رأيناه من جمال أن أسماع الإشارة هي كالتالي هذا للمفرد المذكر هذه للمفردة المؤنتة هذا ولد هذه بنت هذان للمتنى المذكر هذان ولدان هتان للمتنى المؤنت هتان بنتان هؤلاء نستعملها لجمع الضكور أو جمع الإينات هؤلاء أولاد هؤلاء بنات ويستخدم اسم الإشارة هذه في الإشارة إلى جمع غير العاقل كما قلنا هذه جبال هذه أشجار أشر إلى الأسماء التالية السماء نقول هذه السماء التفاحتان مثنى هاتان التفاحتان لأنه مؤنة تفاحت هاتان التفاحتان كتاب الله هذا كتاب الله مفرد هذا كتاب الله الكعبة الكعبة هذه الكعبة مؤنت هذه الكعبة مفرد مؤنت الإخوة هنا عندنا مجموعة من الأخوة جمع إذن نقول هؤلاء الإخوة لأنه جمع المقاعد هنا اسم لغير العاقل نقول هذه المقاعد لا نقول هؤلاء المقاعد خطأ هذه المقاعد لأنه اسم لغير العاقل إذن شكرا على انتباهكم انتهى درسنا إلى اليوم وإلى الهاتف شكرا للمتابعة وحسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة موسيقى